الآن عندنا صلاة العيد يجي بعض الناس إلى صلاة العيد أو إلى صلاة الاستسقاء متأخرا يدرك الركعة الثانية فقط صلي مع الإمام بقي عليكم ركعة واحد لأن صلاة العيد ركعة ثانية طيب ماذا يفعل في الركعة الثانية يأتي بالتكبيرات كاملا لما يقوم يقول الله أكبر هذه التكبير الانتقالية يقضي التكبيرات كما قضى الركعة طيب إذا جاء المسبوق في صلاة العيد والإمام في الفاتح هل يكبر تكبير واحدة أم يكبر تكبيرات السبع الست هذه في الأولى والخمس في الثاني لا ما يكبر إلا تكبيرة الإحرام يعني نفترض الآن جاء متأخر إلى صلاة العيد والإمام كبر وقرأ الفاتح أدرك الإمام في قراءة الفاتح فإنه ليس عليه إلا تكبيرة الإحرام فقط يقول الله أكبر ويتابع الإمام موسيقى موسيقى